بسم الله الرحمن الرحيم أبنائنا الأعزاء طلبة طالبات الصف الأول للسنة والزراعي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادتكم مادة محاصيل الحقل في الحلقات السابقة احنا اتكلمنا مع بعض عن مقدمة عن أهم المحاصيل التي سوف أتدرسها في الفصل الدراسي الأول وعملنا مقدمة عن أهم هذه المحاصيل وكمان اتكلمنا عن محصول البرسيم الحجازي ولكن أخذنا بعض الجزائيات عنه وقلنا هنحضر مع بعض بقية العمليات الزراعية أو الممارسات الزراعية التي تطبق على محصول البرسيم الحجازي النهاردة ان شاء الله مع حضراتكم في حلقة النهاردة الحلقة الجديدة هنكمل مع بعض محصول البرسيم الحجازي وهنتكلم شوية عن محصول علف الفيل وعلف الفيل من محاصيل الأعلاف الخضراء التي تزرع في جمهورية مصر العربية في محصول البرسيم الحجازي احنا هنتكلم مع بعض وهنبدأ وهنشوف مع بعضينا طرق زراعة البرسيم الحجازي ايه هي طرق زراعة البرسيم الحجازي طبعا حضراتكم في الفصل الدراسي الاول دراسته معانا محصول البرسيم المصري وعرفته الاهمية الاقتصادية المحصول البرسيم المصري واهم الممارسات الزراعية التي تطبق على محصول البرسيم المصري وكان من ضمنها طرق الزراعة وقلنا البرسيم المصري يتم زراحته اما بدار على اللمعة او ممكن ازراعه على شرائه وبعد كده اروي ايه الارض بتاعها يعني ايه بدار على اللامعة يعني انا بغمر الارض بالمية على ارتفاع 2 الى 3 سنطي ويتم بعد كده بدار بزور البرسيم المصري في اتجاهين متعمدين ليه في اتجاهين متعمدين حتى يحدث تداخل ما بين بدار البزور وما تطلعش عندي اماكن غائبة او جور او اماكن فارغة بدون زراعة او تطلع عندي حتة ايه بايرة كتير في الارض بتاعتي اما طرق الزراعة الخاصة بالبرسيم الحجاز اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة فالبرسيم الحجازي يتبع ليه طرق برضو طرق زراعة البرسيم الحجازي اول حاجة في المساحات الصغيرة التي لا تتوفر فيها اساليب الميكانة الزراعية يمكن زراعتها بالطرق المتبعة في البرسيم المسئوي والبرسيم المسئوي ده احد اصناف او احد طرز البرسيم المصري يبقى في المساحات الصغيرة التي لا تتوفر فيها اساليب الميكانة الزراعية يمكن زراعتها بالطرق المتبعة في البرسيم المسئوي المساحات طبعا الصغيرة ده بتكون اقل من الفدان فبالتالي انا مش هقدر استخدم ايه الميكانة فيها سواء باستخدام السطرة او البلانتر في زراعة المحاصيل بتاعت الطريقة التانية في المساحات الكبيرة التي تستعمل فيها الميكانة فيزرع باستعمال السطرات على ان يكون ابعاد السطور 10 الى 15 سنتي ويتم ذلك بعد تسوية الارض تسوية ايه جيدة يعني محصول البرسيم بتاعي انا ممكن ازرعه البرسيم الحجازي ممكن ازرعه باستخدام السطارة بشارة ان المسافة ما بين السطور وبعدها تكون من 10 الى 15 ايه سنتي وفي الحالة ديت السطور هنا ايه السطور قليلة في المساحة لان البرسيم الحجازي من ازرعات الكسيفة او من محاصيل ازرعات الكسيفة يعني اللي يهمني فيه ان عدد النباتات في وحدة المساحة يكون كتير علشان يديني محصول خضري ايه كبير النقطة اللي بعد كده ده فيديو بيوضح لي شكل عملية الزراعة اللي هي خاصة بالبرسيم عمتا سواء كان برسيم مصري او برسيم مسئاوي في حالة ان انا ببدور وبدور على اللمعة ففي الحالة ديت انا بروي الارض بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين معايا في الصورة وفي الفيديو انا بشغل ميا بتاعتي بشغل مكنة وابدأ اروي الارض بتاعتي واغمرها بالميا على ارتفاع من 2 الى 3 سنتي ويقوم العامل ببضار البرسيم الحجازي او البرسيم المصري في اتجاهين ايه متعمدين بعد ما يحط علامات او يحط اماكن يقدر يمشي عليها ايه كخط ايه مستقيم ذهابا ايه واياما في كل مرة يبدأ فيها بضار ايه البرسيم زي حضراتكم ما شايفين ديت عملية زراعة البرسيم بضار على اللمعة ليه تسمت على اللمعة علشان حضراتكم زي ما شايفين معايا الميا ملط الارض بالشكل ده وبدأت تلمع زي المراية مع السماء كمية التقاوي ايه هي كمية التقاوي اللي هياخدها فدان البرسيم الحجازي معايا احنا زي ما اتفقنا ان في البرسيم المصري الفدان عندي خد كد ايه اخد 20 كيلو جرام تقاوي في البرسيم المصري الفدان اخد 20 كيلو جرام اما البرسيم الحجازي الزراعة بمعدل 25 كيلو جرام للفدان تعطي كسافة عالية من نباتات تضمن عدم منافسة ايه الحشائش يعني انا كده لو زرحت البرسيم الحجازي بتاعي ب25 كيلو للفدان هضمن ان ما فيش منافسة ايه الحشائش لان الكسافة هنا تبقى ايه عالية من النباتات رقم اتنين في حالة الزراعة تصطيري يكون معدل التقاوي من 10 الى 12 كيلو جرام يعني انا لو هزر على البرسيم الحجازي بتاعي بدار الفدان بتاعي هياخد 25 كيلو جرام اما لو هستخدم الميكانة او هستخدم السطارة الفدان بتاعي هياخد من 10 الى 12 كيلو جرام للفدان في الاراضي الرملية حديثة الاستصلاح يكون المعدل من 12 الى 16 كيلو جرام للفدان يعني الفدان بتاعي هياخد من 12 الى 16 كيلو جرام ده في اراضي الاستصلاحي الحديثة في حالة زراعتها بالميكانة في حال الزراعتها بالميكانة لأن الميكانة معي بتوفر في البزور معاملة البزور بالعقادين يعني ايه معاملات البزور بالعقادين اي محصول بكولي بيتم زراعته في اراضي جديدة لاول مرة لابد ان انا اعمل البزور بتاعته بالعقادين ايه هو العقادين هتدرسه لما تكبر شوية وتروح لصف الثالث في صورة اسماد الحيوي ان انا بضيف للبزور البكتيريا الحيوية اللي هي بتقوم بذورها بتزبيت الازوت الجوي او امتصاص النيتروجين الجوي وتزبيته في الطربة في صورة ازوت جوي اللي هي العقد البكتريية اللي بتتكون على جزور محصول البرسيم المصري ومحاصيل بقوليات عامة فطبعا البكتريا دي مش متوفرة في الارض لان انا ما تمش زراعاتها بالمحصول داي قبل كده فانا بوفرها عن طريق استخدام ايه العقدين فمعاملة البزور بالعقدين تعامل البزور قبل زراعاتها بالبكتريا العقدية المناسبة المخصصة للبرسيم الحجازي وخصوصا في الاراضي الحديثة التي لم يزبق زراعتها لهذا ايه المحصول بمعدل اتنين كيس للفدان طيب يا مصر الفدان بتاعي هياخد اتنين كيس الكيس وزنه قد ايه او حجمه قد ايه هقولك الكيس وزنه 150 جرام يعني الفدان كده هياخد مانك كيسين يعني هياخد 300 جرام عقدين الفدان بتاعنا في البرسيم الحجازي هياخد 300 جرام ايه عقدين كيسين وزن الكيس 150 جرام الرأي هنشوف مع بعض عملية الري ازاي الري بيتم للبرسيم الحجازي وعدد الريات اللي هو ايه بيحتاجها طبعا في البرسيم المصري كان بياخد معايا من 6 الى 8 ريات في السنة لان هو محصول حولي ولكن محصول البرسيم الحجازي زي ما اتفقنا انه محصول معمر يعني بيقعد معايا في الارض اكتر من 10 سنوات فبالتالي معدل الري هيختلف شوية لان انا عندي معدلين ري هنتكلم عنهم معدل الري خاص بفصل الشتاء لان فصل الشتاء معدل الري بيقل شوية اما في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة فمعدل الري بتاعي ايه بيزي ري البرسيم الحجازي تختلف الاحتياجات المائية للبرسيم الحجازي طبقا لفصول السنة وعمر النبات والري الخفيف على فترات متقربة مرغوب في الفترة الاولى من حياته النبات لضمان مساعدة النباتات على تزبيت مجموحها ايه الجزري يعني في بداية عمر النبات انا ببدله ري كتير بس على فترات ايه متقربة وقال الكمية ايه الماء علشان خاطر اشجع الجزور بتاعته انها تنمو وتكون مجموعة جزري ايه قوي وما يحصلش لها اي تأثير عن طريق عملية ايه العطش او ممكن انا بعد بابدر البزور بتاعتي والبزور بتاعتي قبل رية المحياة قطشت مني فالبزور في الحالة دية هنقول عليها طيارة يعني ايه طيارة يعني بدأت بدرات منها تموت وبدأت تظهر عندي اماكن غائبة بدون ايه نباتات موجودة ايه فيها النقطة اللي بعد كده في الري وعادة ما يحتاج الفدان في الاراضي الرملية الى 25 متر مكعب من مياه الري يومين في فصل الشتاء تزاد الى 30 متر مكعب في فصلي الربيع والخريف وتصل الى 45 متر مكعب في الصيف وذلك عند استخدام الري بالرش شوف المعدلات دية لما تشوف ارقام اوقف عندها وفكر لما اقول الفدان في الاراضي الرملية بياخد 25 متر مكعب من المياه اشوف نظام الري دا ايه علشان خاطر المتعارف عليه وانت هتدرسه في مادة الري عندك في قسم الهندسة الزراعية لما هيقول لك معدلات او مقننات الحقلية او مقننة الحقلة في الري ان الفدان بياخد حوالي 300 متر مكعب مياه في الري الوحدة اما لما تيجي تشوف معدلات هنا قليلة فتشوف نظام الري المتبع ايه لما اقول 25 متر مكعب من مياه الري يومين في فصل الشتاء تزاد الى 30 متر مكعب في فصل الربيع وفصلية الخريف والصيف و45 متر مكعب في فصل الصيف اذا نظام الري هنا هيكون ري ايه بالرش ما اقدرش اقول انا هروي البرسيم الحجازي بتاعي ري بالطنقيد ري بالطنقيد غلط في البرسيم ايه الحجازي لان النقطات بتكون على مسافات بتستخدم عملية الري بالطنقيد في الزراعات التي تزرح في جور على خطوط بمعنى ان فيه مسافة ما بين الجورة والتانية لا تقل عن 20 سنطي ولكن الري بالرش بيستخدمه في الزراعات الكثيفة زي البرسيم المصري برسيم الحجازي الشعير الامح كل دي زراعات كثيفة ما ينفعش استخدم معها نظام الري بالطنقيد الا في بعض حالات ايه ضعيفة خالص اما استخدم النظام المستخدم معها نظام الري بالرش الحش احنا زي ما اتفقنا في البرسيم المصر وعرفناه في الفصل الدراسي الاول ما بين عملية الحش والرعي لما اقول حش حاجة واقول رعية ايه حاجة يعني ايه حش يعني الحش ان انت هتقوم بجمع الجزء الاقتصادي او عدان النباتات باستخدام المحشة او باستخدام ايه محشة دورانية او باستخدام ايه الشرشرة ايه العادية ولكن الرعي ان انا سيب الحيوان يأكل بنفسه لما اقول عملية الرعي يبقى انا هسيب الحيوان يأكل ايه بنفسه اما الحش لا دانا لا هاجمع المحصول الاقتصادي او هعمل عملية الحصاد للبرسيم وهبدأ اقدم البرسيم ده تغذية ايه للحيوانات اذا ده اسمه ايه عملية الحش تعال نشوف عملية الحش في حش البرسيم الحجازي تأخذ الحشة الاولى بعد الزراعة عند عمر ستين الى سبعين يوم وعادة يكون ارتفاع النباتات حوالي خمسة وتلاتين الى اربعين سنتين يبقى احنا الحشة الاولى بتاعت يأخذها عند عمر كام ستين الى سبعين يوم في البرسيم المصري كان من خمسين الى خمسة وخمسين يوم لكن هنا في البرسيم الحجازي المدة طالت ايه شوية وعندما تصل ارتفاع النباتات من كام من خمسة وتلاتين الى اربعين سنتين اقدر حش ايه البرسيم الحجازي رقم اتنين الحشات التالية فتأخذ بعد ثلاث اسابيع من الحشة السابقة يعني كل ثلاث اسابيع انا باخد ايه حشة في فصل الصيف والربيع بعد اربع اسابيع في فصلي الخريف والشتاء يفضل الحش عند تزهير عشرة في المية من النباتات بصرف النظر عن طول ايه النباتات يبقى انا كده في فصل الشتاء عدد الحشات عندي بيكون اربع ايه اه بعد الحشة بتكون بعد اربع اسابيع في فصلي الخريف ايه وشتاء ويفضل الحشة عند تزهير عشرة في المية من النباتات يعني النباتات بتاعتي اول ما تبدأ في التزهير ايا كان طولها سواء كان طولها تلاتين سنتين ربعين سنتين خمسين سنتين اي طول وصلت ليه هتبدأ انت في عملية ايه الحشة عند تزهير كام عشرة في المية من ايه من النباتات ولكن لو سبتها للتزهير لك نسبة اعلى هتزيد عندك نسبة الالياف وهتكون عملية ايه وهتقل معك نسبة البروتين فين في البرسيم الحجازي اللي انت هتقدمه وتغذيها ايه للحيوانات عندك يبقى الحشات التالية تؤخذ بعد ثلاثة اسابيع من الحشة ايه السابقة في فصل الصيف والربيع وبعد اربع اسابيع في فصل الصيف الخريف ايه والشتاء وفضل الحشة عند تزهير عشرة في المية من النباتات ده شكل عملية الحش زي ما احنا شايفين ده فيديو بيوضح لي عملية الحش الحش بامسك العدان بايدي اليسرى باليد اليسرى وامسك الشرشرة باليد اليوملة واجلس الكرفصاء وابدأ في اخذ المحشة او الشرشرة من اسفل النباتات زيهابا وايهبا ويتم تجميع العدان مرة تلوى الاخرى وجمعها في اين في اكوام صغيرة بيكون اللي يحش على ارتفاع من 5 الى 7 سنتي ليه بحش على ارتفاع من 5 الى 7 سنتي علشان احافظ على منطقة التاج اللي احنا بنقول عليها منطقة الكرسي اللي هي مسؤولة عن اعطاء الحشة التالية اللي هي منطقة التفريع منطقة التفريع ايه القاعدي لانا بقول عليها منطقة التاج او منطقة ايه الكرسي انا بحش على الارتفاع من 5 الى 7 سنتي مع المحافظة ايه على المنطقة ديت انا لو نزلت بالمحاشة بتاعتي على وش الارض وشلت المنطقة ديت اذا النباتات عندي هتطلع ايه ضعيفة بعد كده وكسفاتها تبقى ايه قليلة جدا وممكن ما تطلعش خلص زي حضراتكم ما انتم شايفين معايا الفيديو كان بيوضح شكل ايه الكرسي دي طريقة من طرق الحاشة برضو باستخدام السيف انا كده بحش باستخدام ايه السيف برضو على ارتفاع من خمسة الى سبعة سنتي وابدأ اضرب عيدان البرسيم من تحت بالسيف كده وابدأ اجمحها ايه معايا زي حضراتكم ما شايفين دي مهارة فنية هتتعلمها في المدرسة ومطالب انك انت ايه هتنفذها وممكن في امتحان العملي هيقول لك من ضمن المهارات نفذ عملية الحاش البرسيم ايه الحجازي يديك المدرس بتاعك في الحص العملي يديك حضين ويديك الالة سواء كانت محشة او شرشرة او سيف زي كده ويقول لك ايه حش بيها يبقى زي حضراتكم ما انتم شايفين معايا دي عملية الحش باستخدام ايه السيف اما البرسيم ممكن انا احشه بطرق تانية زي بالطرق اللالية باستخدام المحشة الدورانية باستخدام ايه الجرار او باستخدام المحشة ايه التردودية برضو باستخدام جرار او ممكن استخدام محشة تردودية او دورانية بيرفحها العامل على كتفه بيشتغل ايه بها تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده هيوضح لي شكل عمل محاشة تردودية باستخدام الجرار ده برسم حجازي بيتم استخدامه باستخدام الجرار زي حضراتكم ما انتم شايفين معايا ادي الجرار هنا شغاله بسرعة منتظمة وفي الحالة دي بيحش مساحات ايه كبيرة المحاشة بيتم ضبط الارتفاع بتاعها عن طريق المنسوب او المعدد علشان تحش على الارتفاع المطلوب اللي هو من خمسة الى سبعة ايه سنتي وممكن ارفع المعدد او اقلل ايه المعدد حسب ايه الرغبة وحسب نوع الحاشة اللي انا هستخدمها بعد كده لو كانت اخر حاشة ومش محتاجة انا البرسين بعد كده بنزل المحاشة بتاعتي اقل من السبعة سنتي فبالتالي النباتات اللي هتدمو بعد ذلك مش هتكون ايه مش هتكون اه كسيفة في الحقل عندي وابدأ التخلص ايه من المحصول بنهاية ايه عملية الحاشة دي زي احداتكم اللي شايفين معايا المحشة الدورانية بيستخدموا الجرار شايف المساحة معانا قد ايه برسيم حجازي بيتم زراحته في اراضي الاستصلاح الحديثة فبالتالي يستظاهر معانا الرملة والجبل معانا هو واضح ان دي ارض ايه جديدة وادي الجرار معانا زي ما حضراتكم شايفين بيحش بالشكل ده وبتيجي العمال بعد كده يحملوا على مقاطير او بتيجي مكانة تاني مكانة الكابسي يعملوا ايه كابسي في صورة ايه بلات بص معايا وشوف شكل البرسيم الحجازي احنا بنطول في شكل في الفيديو وطريقة الحاشة علشان تتعرف على محصول البرسيم ايه الحجازي بحيث انك انت لما تشوفه من اول مرة تقدر تتعرف ايه عليه لان احنا عارفين ان في بعض المدارس ممكن لا يتوفر بها ايه نمازج لمحصول البرسيم ايه الحجازي ولكن عندك المدرس بتاعك بيزرحه لك في ارض النمازج بمزرعة ايه المدرسة النقطة اللي بعد كده مقومة الحمول في البرسيم الحجازي ايه هو الحمول الحمول حشيشة متطفلة تطفل كلي على سيقان البرسيم الحمول حشيشة متطفلة تطفل كلي يعني ايه تطفل كلي يعني بتحط جزرها وممساطها داخل ساق ايه البرسيم وبتعتمد على غزائها الكامل على نبات ايه البرسيم الشبيه لها في حشيشة متطفلة تطفل كلي على المحاصيل البقلية زي محصول الفول بلدي واسمها الهلوك فيحنا عندنا من اغطر الحشائش المتطفلة حشيشة الحمول في البرسيم وحشيشة الهلوك في الفول ايه البلدي احنا هنا هنتكلم مع بعض عن حشيشة الحمول ايه هي حشيشة الحمول ازاي اقومها تعالوا نشوف مع بعض مقومة الحشائش في محصول البرسيم الحجازي واهمها الحمول الحمول نبات متطفل يخلو من الكولوروفيلي يعني بيكون لونه ابيض او ميل للصفرة شوية ويتطفل تطفل كامل على نبات البرسيم مسببا نقص كبير في المحصول مما يستلزم التخلص منه بالاساليب الزراعية والمكافحة ايه الكيموية خلي بالك ويركز عند الحتة دي كويس ايه هي الاساليب الزراعية وايه هي المكافحة ايه الكيموية لما تكلم على المكافحة الكيموية ازا هنا هستخدم مبيت معين لمقاومة ايه الحمول ولكن المبيت هيرشه امتى في اوقات معينة علشان ما يدرش ايه عند المواشي اثناء عملية ايه الحش او يكون ليه اثر متبقي بعد عملية ايه الحش اما الاساليب الزراعية في الاساليب الزراعية فيها حاجات كتير ممكن بالحش ممكن بالعزيء ممكن ايه بالحرق دي كلها اسمها اساليب ايه زراعية اما الاساليب الكيموية فانا هستخدم معاها مبيت حشاش ده شكل الحمول زي حضراتكم ما شايفونه معايا في الصورة ده الشكل بتاعه وعملية التطفل ايه بتاعته والممصات زي ما حضراتكم شايفين في الورقة هنا هي ارسلت ممصات واضحة بتمص للمواد الغذائية من الورقة ايه نفسها هنا اما في الصورة ده اتبقى ان التطفل للنبات الحمول على السقان اللي هي خاصة بالبرسيم ايه الحجازي سقان البرسيم الحجازي زي ما انت شايف بتبقى زي الخيوط الرفيعة كده ملفوفة حوالين كل ساق ومن كل مكان بتلتمس معها مع الساق فيها بترسل ممصات لامتصاص ايه المادة الغذائية من داخل ايه المحصول الحمول بتاعنا هنكفحه ازاي هنكفح الحمول بتاعنا زي ما اتفقنا باستخدام الاسليب الزراعية او باستخدام الاستخدام المبيدات ايه الكيموية ازاي انا اعمل اللي شغل بتاعي ده واقاوم انا الحمول بتاعي باستخدام الاسليب الزراعية زي ما اتفقن ان انا بقوم بحرس المكان او عزيق المكان او حارس المكان وترك النباتات في ايه للجفاف وبعد كده ابدأ اعمل عملية حرق للنباتات ديت والتخلص ايه منها اما بالحرق او اما ايه بالدفن زي حضراتكم ايه ما انتم شايفين معايا في العملية اللي هي ايه خاصة بالحمول وشفنا الصورة ايه بتاعته طيب الخطوات الواجب اتباحها لمكافحة الحمول اللي انا هتابعها علشان اكافح عملية الحمول بتاعي اللي هو موجود في البرسيم الحجازي او البرسيم المصري هنشوف مع بعض ونشتغل عليها رقم واحد زراعة البرسيم الحجازي في ارض خالية من الاصابة بالحمول يبقى زراعة البرسيم الحجازي في ارض خالية منين من الحمول اتأكد ان الارض ديت خالية ونضيفة من الحمول ما فيهاش والتقاوي اللي انا هاجبها تكون تقاوي معتمدة من مصدر موسوك منه خالي وخالية من الحمول رقم اتنين نظافة التقاوي من بزور الحمول وهي طريقة فعالة في منع انتشار الحمول يبقى نظافة التقاوي من بزور الحمول وهي طريقة فعالة في منع انتشار الحمول عملية الحصاد للتقاوي سواء للبرسيم المصري او البرسيم الحجازي بعد عملية الدراس والفاصل كنا بنجيب العمال باستخدام غربي لها اقترب ايه معينة بيقوموا بغربالة التقاوي ديت علشان يفصلوا بزور الحمول والسلق والسريس اللي هي موجودة في تقاوي البرسيم لوحدها وتقاوي البرسيم ايه لوحدها علشان احصل على تقاوي ايه نظيفة دلوقت في محطات الغربالة ومحطات اعداد التقاوي الحديثة في اجهزة بتقوم بفصل التقاوي دي باختلاف الوزن النوعي ايه لكل نوع من انواع التقاوي علشان احصل على تقاوي من تقاوي البرسيم تكون ايه نظيفة وخالية من الحمول رقم ثلاثة استخدام اسمدة عضوية تمت التحلل حتى لا تكون مصدرا للاصابة السماد العضوي اللي هو السماد البلد اللي انت بتجيبه اللي كان فرشة تحت الحيوانات عندك لابد ان يكون سماد عضوي تم التحلل يعني تم التحلل يعني خد وقته في التحلل بارتفاع درجات الحرارة حسناها عملية ايه التحلل ولكن لو انا اخدته على طول واستخدمته بيقولوا عليه سماد اخدر او سماد لسه غير تم ايه التحلل ممكن الحيوانات ديت اللي انا اخدت منها السماد كنت قد تغزت على برسيم في حمول فبالتالي بزر الحمول هتنزل مع روص ايه الحيوانات اللي هتبقى في السماد ايه العضوي فهاعد ازرع الارض بعد كده هيطلح فيها ايه حمول لان انا وجدت البزر بتاعته عن طريق استخدام سماد ملوس او سماد غير تم ايه التحلل رقم اربعة سرعة التخلص من البقعة المصابة فور ظهرها وذلك بتقليع نباتات البرسيم المصاب بالحمول ونقلها خارج حدود الحقل ثم التخلص منها بالحرق وذلك لمنع تلوث الطربة مرة اخرى يبقى سرعة التخلص من البقعة المصابة فور ظهرها وذلك بتقليع نباتات البرسيم المصاب بالحمول ونقلها لخارج حدود الحقل والتخلص منها ايه بالحرق وذلك لمنع التلوث الطربة ايه مرة اخرى يعني هحرق اي بقعة تظهر عندي في الحقل بتاعي في المزرعة بتاعت فيها حمول هقلحها وهاخدها برا الغيد بتاعدي وهحرقها عشان هضمن التخلص من ايه من بذور ايه الحمول خمسة ينصح بغربالة التقاوي من بذور الحمول والحشائش الاخرى في محطات الغربالة المتخصصة بحيث تكون خالية تماما من الحمول ونقطة دي احنا شرحناها ايه من شوية ووضحناها لما قلنا ان احنا كوننا بنجيب عمال بغربيل ممكن تغربلنا التقاوي بعد عملية ايه الانتاج عشان تفصل بذور الحشائش زي الحمول والسيريس عن بذور البرسيم سواء كان برسيم مصري او برسيم حجازي وحاليا يتم استخدام الميكانة في محطات الغربالة ومحطات اعداد ايه التقاوي رقم ستة ينصح في حالة الاصابة الشديدة بالحمول في البرسيم الحجازي رش البقع التي تنتشر بها الحمول بالمبيدات الموصي بها من وزارة ايه الزراعة يعني فيه مبيد معين لمقاومة الحمول انا بس اخدمه ولكن يكون موصي بيه من وزارة ايه الزراعة واخد تصريح من وزارة ايه الزراعة باستخدامه حتى لا يكون ايه من ملوسات للبيئة انتاج الدريس ايه هو انتاج الدريس زي ما اتفقنا ان احنا عندنا في المحاصيل العلافية بتحتي عند الزيادة عن الحاجة بحفظ الفائد مني بطريقتي اول طريقة احنا اتكلمنا عنها في البرسيم المصري كانت طريقة السلاج وايه هو السلاج؟ قلنا السلاج انه هو حفظ الاعلاف الخضراء تحت نظام القمر لاهوائي حفظ الاعلاف الخضراء تحت نظام القمر ايه اللاهوائي ده ايه السلاج اما الدريس الدريس ده حفظ للمادة للاعلاف الخضراء بعد التكفيف الطبيعي لها يعني ايه تكفيف طبيعي يعني انا بسيبها تجفف تحت اشعة الشمس يبقى انا دلوقت هعمل الدريس او هعمل السلاج في حالة اذا كان عندي زيادة فائد عندي انا في موسم الشتاء بينتج عندي كمية اعلاف كبيرة من محصول برسيم الحجازة والبرسيم المصري فائدة عندي الحيوانات مثلا هتتغز على نص كمية دي ونص تاني انا هعمل في ايه هبدأ اخزنه بالطرق دي هتأخزنه لا اما اعمله سلاج لا اما اعمله ايه دريس علش هدأ استخدمه بعد كده في الوقت اللي انا ما عنديش فيه اعلاف ايه في المزرعة على سبيل المثال في فصل الصيف بيتقل كمية الاعلاف في المزرعة فبالتالي انا بستخدم ايه العلاف اللي انا خزنته اللي كان فائد مني في صورة ايه الدريس تعالوا نشوف مع بعض انتاج الدريس بص معايا في الفيديو ده هيوضح لي عملية انتاج الدريس يعني تم الحشي شفته الحقل معانا اللي احنا كنا حشناها بالجرار بدأنا كان فيه كمية كبيرة سبناها تحت اشعة الشمس علشان تنشف وبعد كده بدأنا كبسة هذه العدان او كبسة هذه الكمية في صورة ايه بلات بالجرار باستخدام الالة دي زي حضراتكم ما شايفين معانا بص معايا وانت هتعرف يعني ايه دريس الدريس كده طالع معايا برسيم جاف تم تكفيفه تحت اشعة الشمس تحت اشعة ايه الشمس انا لو اخدته وجففت الدريس في مكان ظليل او نسبة الضل فيه عالية هيحصل ليه عملية تعفن وهيتغير اللون ايه بتاعه ولكن تحت التكفيف في التكفيف الطبيعي تحت اشعة الشمس انا بضمن الحفاظ على اللون الاخضر والقيمة الغذائية للدريس ايه نفسه زي حضراتكم ما انتو شايفين معايا ده شكل البلات ادي البلات ايه طالعة اللي هي تم ايه كبسها باستخدام المجبس التبن ده ده اسمه مجبس تبن وده شكل زي حضراتكم ما انتو شايفين معنا بقى هنقرب منه شكل الدريس بعد عملية ايه التكفيف او بعد عملية الجفاف طبعا البرسيم الحجازي بيكون سريع الجفاف عن البرسيم المصري ليه لان ترتفع فيه نسبة ايه الالياف شوية زي حضراتكم ما شايفين ادي كده البرسيم بتاعي برسيم جاف جاف بيتم تكسيره اهوات لما بضغط عليه بايدي بيتم تكسير ايه بتاعه ونتم تكفيفه تحت اشعة الشمس تكفيف طبيعي فبالتالي حفظت على اللون بتاعه لون ايه لون اخضر يبقى انا في حالة استخدام الدريس انا بعمل ايه تدريس في حالة الزيادة او فاقد عندي في المزرع عن الحاجة ولكن انا دلوقتي ما عنديش فاقد انا ما اقدرش استخدم البرسيم واعمله دريس عشان انا ما عنديش فاقد ولكن في حالة وجود فاقد انا في الحالة ديت بستخدم ايه عملية الدريس كمية المحصول كمية المحصول في البرسيم الحجازي هتساوي قد ايه او الفدان بيدينا قد ايه من العلف الاخضر تعالوا نشوف من العلف الاخضر في البرسيم الحجازي يعطي البرسيم الحجازي حوالي عشر حشات عشر حشات امتى في السنة عشر حشات في السنة لازم نعرف البرسيم الحجازي لما اقول يعطي عشر حشات يبقى سنة ليه لان البرسيم الحجازي محصول ايه معمر هيقعد معايا صيف وهيقعد معايا ايه شتاء اما البرسيم المصري فبيديني من 4 الى 6 ايه حشات لانه محصول حولي يزرع في فصل الشتاء فقط لغير يبقى يقعد البرسيم الحجازي حوالي 10 حشات في السنة بمتوسط 6 طن من العلف الاخدر في الحشة ايه الوحدة ووزن الحشة الاولى 10 ايه طن طيب ليه مصدر البرسيم الحجازي في الحشة الاولى اداني 10 طن ومتوسط الحشات بعد كده اصبح 6 طن هقول لك يا ابني علشان خاطر البرسيم الحجازي في الحشة الاولى اخد كمية عناصر كبيرة اللي انا وفرتها له اثناء اعداد الارض ايه للزراعة فبالتالي المحصول عطى عندي كمية علف ايه تزن ووزنها ايه عالي اما الحشات التالية بتبدأ كمية العناصر الغذائية اللي انا ضفتها في صورة سوبر في صفات او في صورة سمات بلدي او سمات عضوي اثناء اعداد الارض للزراعة هتبدأ تقل فبالتالي المعدل بتاع ايه الحش بتاعي او معدل المحصول هيقل ايه شوية ولكن البرسيم الحجازي والبرسيم المصري مع تقرار الحش وتوفير مياه الري وعدم التعطيش هيديك محصول اقتصادي ايه عالي يعني هيديك كمية انتاج ايه عالية اما اذا ايه اذا وفرت له مياه ايه الري اما من البذور نشوف مع بعض من التقاوي لو انا سبت محصول البرسيم الحجازي بتاعي لانتاج التقاوي فالفدان معايا هيديني يعطي الفدان في المرة الواحدة من واحد ونص الى اتنين اردب من البذور ووزن الاردب مية اتنين وستين كيلو جرام يبقى وزن اردب البرسيم الحجازي اديه مية اتنين وستين الفدان هيديني اديه هيديني من واحد ونص الى اتنين اردب ايه اردب ايه بذور وزن الاردب مية اتنين وستين ايه كيلو دي انتاجية الفدان ايه من البزور هنخش بعد كده على تاني محصول معنا اللي هو محصول محصول علف الفيل يبقى احنا كده اتكلمنا مع بعض عن محصول البرسيم الحجازي على مدار حلقتين في الحلقة السابقة اتكلمنا عن اعداد الارض للزراعة وطرق الزراعة وشفنا اهم الاصناف اللي هي خاصة بالبرسيم الحجازي اللي هو كان رمح واحد اسماعيلية واحد نبرية واحد سيوة واحد كانت من اهم ايه الاصناف وعرفنا الاهمية الاقتصادية لمحصول البرسيم الحجازي وليه المحصول البرسيم الحجازي احنا اخدناه كمحصول استصلاح للاراضي حديثة ايه الاستصلاح ويتم زراحته في الاراضي حديثة الاستصلاح قلنا لانه هو يتحمل الجفاف ويتحمل العطش نظرا لان الجزر بتاعه جزر الوتدي متعمق يصل الى عشر امطار ايه في باطن الارض النهاردة احنا هنتكلم مع بعض عن محصول علف الفيل ومحصول علف الفيل ده من المحاصيل النجيلية يعني احنا كده في محصول البرسيم المصري ومحصول البرسيم الحجازي كانوا من المحاصيل البقلية اما محصول علف الفيل من محاصيل ايه النجيلية تعالوا نتكلم مع بعض ونشوف محصول علف الفيل ده يتصور معانا بتوضح لشكل علف الفيل علشان انت لو شفته في المزارع او شفته في المزارع ايه المجاورة للمدرسة عندك او المجاورة للمزارعات مدرسة تقدر تتعرف ايه عليه ده شكل بيوضح معايا شكل علف ايه الفيل قريب جدا من الدخن وقريب جدا ايه من الضروة لانهم هما عيلة واحدة بيتشابه في الصفات المرفولوجية بتاعتهم تشابه كبير ايه جدا ولكن بيختلفوا في حاجات بسيطة زي مثلا ايه شكل الظهرة او حجم البزرة او كمية التقاوي او الاحتياجات السمادية او الاحتياجات المنخية اللي هو ينمو ايه فيها المحصول الاهمال اكصادية لعلف الفيل عايزين نشوف ايه هي الاهمال اكصادية لعلف الفيل تعال نشوف مع بعض رقم واحد محصول نجيلي معمر محصول نجيلي معمر ازا محصول علف الفيل هنا هيكون له كم معات زراعة سيما اتفقنا أننا في المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية ونأكد عليها المحاصيل الحقلية المعمرة لما يطلب منك ذكر معاد الزراعة هتذكر له معادين هتذكر له كم معاد هتذكر له معادين إيه هم المعادين أو المعاد المعاد الخريفي معاد خريفي هتقول يزرع أولا في المعاد الخريفي في شهري ستمبر وأكتوبر أما المعاد الثاني المعاد الربيعي فشهر مارس وأبريل يبقى ستمبر وأكتوبر ده خريفي ومارس وأبريل إيه ربيعي دي اللي المحاصيل إيه المحاصيل الحقلية المعمرة اللي هو برسيم حجازي علف فيل أصب سكر وبعد المحاصيل اللي انتهيه هتدرسها إن شاء الله على مظهر السنوات السلاسة معنا بإذن الله تاني حاجة معنا في الأهمية الاقتصادية يعطي كمية كبيرة من العلف إيه الأخضر كمية العلف بتاعة علف الفيل بتبقى إيه كبيرة لأن الحشب بتاعته بتبقى وزنها إيه تقيل يعطي كمية كبيرة من العلف إيه الأخضر رقم ثلاثة يفضل زراعاته في أراضي الاستصلاح الجديدة وفي أماكن انتشار مشاريع الإنتاج الحيواني لسد العجز في إنتاج الأعلاف إيه الصيفية يعني علف الفيل أنا بزرعه في أماكن الاستصلاح الحديثة علشان اسد العجل اللي هو حصل فيها في العلاف ايه الصيفية وعلشان ازرع علاف الفيل لابد ان يكون عند مشروعات انتاج ايه حيواني علشان مشروعات الانتاج الحيواني هتتغزع العلاف الفيل هينتج منها لح و جلد و لبن وبعض المنتجات ايه السنوية بالاضافة الى استماد العضوي اللي هينتج من المواشي عنده في المزرعة هستخدمه في تسميد ايه الارض يبقى يفضل زراعات في اراضي الاستصلاح الجديدة وفي اماكن انتشار مشاريع الانتاج الحيواني لسد العجل في انتاج الاعلاف ايه الصيفية اسباب انتشار علاف الفيل في اراضي الاستصلاح الجديدة لسد العجل في الاعلاف هنشوف الاسباب احنا زي ما تكلمنا عن اسباب انتشار البرسيم الحجازي في اراضي الاستصلاح الحديثة وانه بيتحمل الجفاف المجموع الجزري قوي يتحمل الملوحة ايه نسبيا حتى 6000 جزء ايه في المليون وشوفنا الشغل ايه بتاعه تعالوا بقى نشوف اسباب انتشار علاف الفيل في اراضي الاراضي الجديدة رقم واحد محصوله الخضري كبير والذي يتفوق على المحاصيل الاخرى حيث يعطي الفدان الواحد من 100 الى 120 طن علاف اخضر طازج تحتوي على اكثر من 20 طن مادة جافة شوف كمية الانتاج بتاع علاف الفيل الفدان الاني كام الاني من 100 الى 120 طن 100 الى 120 ايه طن المية الى 120 طن ديت في حالة تكفيفها بتديني 20 طن مادة ايه جافة او مادة ايه مالئة يبقى محصوله الخضر الكبير والذي يتفوق على المحاصيل الاخرى حيث يعطي الفدان الواحد ميت من 100 الى 120 طن علاف اخضر طازج تحتوي على اكثر من 20 طن مادة جافة رقم اتنين درجة استصاغه عالية تقبل عليه جميع الحيوانات بشهية ايه كبيرة يعني طعمه الحيوانات عندي في المزرعة بتقبل على ايه تناوله ايه بكمية ايه كبيرة علشان استصاغه بتاعته ايه عالية اذا الحلوة بتاع الطعم بتاعه خلت الحيوانات تاكل فيه ايه كتير فبالتالي الحيوان هيكل ويجبع وهيديني ايه انتاج عالي من اللبن ومن اللحم رقم ثلاثة النقطة اللي بعد كده لا يحتوي على حمض الهايدورسيانيك زو السمية العالية لا يحتوي على حمض الهايدورسيانيك زو السمية العالية حمض الهايدورسيانيك موجود في جميع النباتات النجيلية وزي الضرة الشامية السورجم وكل المحاصيل النجلية موجود فيها حمض الهايدرسيانيك الهايدرسيانيك ده مادة ذاتة سمية عالية وبتسبب نفوق للحيوانات ذات المعدة الواحدة وبتسبب مغص كبير وقد يصل الى نفوق للمقترات ايه عندي ايه هي المقترات عندي زي الابكار والجموس والماعز والقبل اما ذات المعدة الواحدة زي الاحصناء او فصيلة الحمير والحاجات التانية فبالتالي حمض الهايدرسيانيك بيعمل سمية عالية للحيوانات ده عند استخدام او تناول الحيوانات للنباتات ده على عمره اقل من 45 يوم عند عمره اقل من 45 يوم يعني من بداية الانبات لحد 45 يوم نسبة حمض الهايدرسيانيك بتبقى عالية في النباتات ده فبالتالي لو تغزت عليها الحيوانات بتسبب السمية ولكن فعلها في الفيل هنا نسبة الهايدرسيانيك ايه ولا ايه لا اوقات تكون ايه معدومة يبقى لا يحتوي على حمض الهايدرسيانيك ذات السمية العالية للحيوانات رقم 4 قيمته الغزائية حيث ترتفع به نسبة البروتين الى 16% وارتفاع نسبة الدهون 3% فهو غزاء هام لجميع الحيوانات خاصة حيوانات اللبن يبقى انا كده نسبة البروتين عندي القيمة بتاعته الغزائية عالية نسبة البروتين فيه 16% ونسبة الدهون 3 ايه في المية فبالتالي هو ذات قيمة غزائية للحيوانات المنتجة ايه لللبن علشان خطر اللبن بتاعي بيطلح فيه دهن وبيطلح فيه بروتين في الالبن اللي هي تم ايه انتاجها وانا اللي يهمني كمية اللبن تبقى عالية مع ارتفاع البنط فيها او ارتفاع الدهن فيها الى نسبة تصل الى ايه من 6 الى 8% حسب نوع الحيوانات المستخدمة في انتاج الالبن النقطة اللي بعد كده معنا مقاوم للاصابة لدودة ورق القطن التي تنتشر صيفا يبقى مقاوم للاصابة لدودة ايه ورق القطن التي تنتشر ايه صيفا دودة ورق القطن بعد انتهاء في موسم الصيف بعد انتهاء موسم القطن وبعد ان احنا نقطع احطاب القطن والتخلص منها الدود او ما بتلاقيش العائل الاساسي بتاعها فبتبدأ مهاجمة ايه المحاصيل التانية اللي هي موجودة حواليها زي البرسيم المصرع او البرسيم الحجازي او علف ايه الفيل ولكن العلف الفيل هنا مقاوم لايه لدودة ورق القطن ايه مقاوم لدودة ورق القطن لانه في اعماره الاولى وهو اسناء عملية الانبات بيبقى الورق بتاعه موجود عليها حاجة زي الزغب كده او اشواك ايه رفيعة بتلمع ممكن ايه انت تشوفها ايه بشكل واضح ديت بتعيق او بتمنع وصول اجزاء الفم اللي هي خاصة بالدودة الى طبقة الورقة وتقدر ايه تاكل ايه منها فدي ايه بتمنعها وده كان خلت صفة ديت جعلت من محصول علف الفيل الميزة انه مقاوم للاصابة ايه للاصابة ايه بدودة ورق القطن رقم 6 تحمله للجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة تحمله للجفاف ودرجة الحرارة المرتفعة اذا انا هنا استخدمته في ارادة الاستصلاح الحديثة ليه لان ارادة الاستصلاح الحديثة مية الرأي فيها بتكون قليلة فبالتالي هيتعرض لفترات عطش وجفاف ايه لعدة مرات ودرجة الحرارة في الصحراء بتبقى عالية فبالتالي محصول علف الفيل هنا معي يتحمل الجفاف ودرجات الحرارة ايه اللي عالية فكانت من ضمن اذباب انتشاره فين في ارادة الاستصلاح ايه الحديثة الاحتياجات المناخية ايه الاحتياجات المناخية اي محصول او اي كائن حي على وجه الارض ليه احتياجات مناخية يعني يقدر يعيش فيها او يتأقلم معها ويدي انتاجية ايه عالية على سبيل المثال احنا لما درسنا في الفصل الدراسي الاول بتاعنا محصول الامح وتكلمنا عن محصول الامح ان احنا عندنا محصول امح ربيعي الاصناف الرابعية اللي هي بتزرع عندنا هنا في مصر وفيه اصناف القمح الشتوية اللي هي تتحمل درجات سقيع والتلج العالية اللي هي بتزرع ايه في الولايات المتحدة ايه الامريكية اه وبرضو بتزرع ايه في روسيا بيبدوروا التقاوي والتلج بينزل عليها وبعد ما يبدأ التلج يدوب تبدأ الامح عندي هناك ايه ينبت ولكن الاصناف اللي مزرورة عندنا هنا في مصر من اصناف الامح يتعتبر بالنسبة لهم هم اصناف رابعية من الاصناف ايه الربعية مع انها بتزرع عندنا هنا في فصل ايه الشتاء ليه لان المناخ عندنا هنا في مصر هيختلف عن مناخ الولايات المتحدة الامريكية ومناخ ايه روسيا تعالوا نشوف مع بعض الاحتياجات المناخية اللي هي خاصة بالعلف الفيل هيكون محتاج معنى ايه يلائم نمو علف الفيل درجات الحرارة العالية وظروف النهار الطويل وتؤثر درجة الحرارة المنخفضة على نموه الشتاء يعني هنا كل ما ارتفعت درجة الحرارة كل العلف الفيل ما كان ناشط معايا وهيدين انتاج ايه عالي ولكن اذا انتخفضت في فصل الشتاء بتأثر على كمية المحصول المنتجة ايه منه ممكن بتوصل لحد ايه الجفاف ان العيدان عندي بشوفها كده شكلها ايه جاف بسبب ايه الصقيع اللي نزل ايه عليها زي بعض الزراعات اللي احنا شفناها اليوم الدول بسبب موجة الصقيع اللي تعرضت لها جمهورية مصر ايه العربية يبقى يلائم نموه علف الفيل درجات الحرارة العالية وظروف النهار الطويل وتؤثر درجة الحرارة المنخفضة على نموه الشتاء الارض المناسبة ايه هي الارض المناسبة لعلف الفيل طبعا زي احنا ما تكلمنا ان علف الفيل من اهم المحاصيل بجانب البرسيم الحجازي الذي يستخدم في الاراضي حديثة ايه الاستصلاح ازن فهنا هتكون معدل او انواع الاراضي اللي هيتم زراحته فيها هتكون ايه واسعة نسبيا او كبيرة ايه نسبيا هيزرع في ايه في كزا ايه نوع من انواع الاراضي نظرا لتحمله ايه العطش والجفاف تعالوا نشوفوا التربة المناسبة او الارض المناسبة لمحصول علف الفيل يجد في جميع انواع الاراضي ولكنه لا يتحمل ارتفاع من سوى الماء الارضي يعني من سوى الماء الارضي هنا مش هيتحمله عندي ايه العلف الفيل او الملوحة العالية ويتحمل ملوحة حتى ستة الاف جزء في المليون يعني هو هيتحمل معي هنا ملوحة لحد ستة الاف جزء ايه في المليون ومش هيتحمل اعلى من كده ايه في الملوحة ولا يتحمل ارتفاع منسوب الماء الارضي ايه هو منسوب الماء الارضي انها بص لايه تكون الطبقة صماء في الارض عندي فبدأ المية تتجمع عليها فبدأ عمود المية تحت سطح التربة يرتفع حتى يصل الى مجال ايه الجزور اللي احنا بنقول عليها بالبلد كده وبيقول عليها المزارعين ان الارض بتاحت طبلت يعني ايه طبلت يعني المستوى الماء الارضي بتاعها ارتفع وبدأ يأثر بالسلب على على الجزور بتاعة المحصول لنا زرعه فبالتالي ما بيدينيش محصول ايه قوي او بيديني محصول ايه ضعيف بيكون غير اقتصادي وبتسبب لي ايه خسارة يبقى في الارض المناسبة لعلاف الفيل يجد في جميع انواع الاراضي ولكنه لا يتحمل ارتفاع مسوى الماء الارضي او الملوحة العالية ويتحمل ملوحة حتى ست الاف جزء في المليون معادة الزراعة معادة زراعة على في الفيل هتكون ايه متفكر معايا كده واحنا اتكلمنا عليها من شوية ونوهنا عليها تعال نشوف معادة زراعة يزرح خلال شهرين مارس وابريل ويمكن زراعاته حتى اغسطس لانه محصول ايه معمر فبالتالي احنا قلنا اي محصول معمر بيكون له مواعيد من مواعيد ايه الزراعة فهنا يزرح خلال شهرين مارس وابريل ويمكن زراعاته حتى ايه اغسطس بحيث انه هيخش معانا على الموسم ايه الخريفي ويبدأ يديني المحصول ايه بتاعه في اول الشتاء يزرح خلال شهرين مارس وابريل ويمكن زراعاته حتى اغسطس محصول معمر يمكس حتى خمس سنوات بحالة انتاجية ايه عالية طيب ممكن يجي لك سؤال في اختيار من المتعدد يمكس البرسيم الحجازي في الارض سنتان ثلاث سنوات اكثر من عشر سنوات هتقدر تختار له ايه البرسيم الحجازي اقدر اختار له اكثر من عشر سنوات اما لو جالك في البرسيم على في الفيل يمكس في بقعاته ثلاثة شهور اربح شهور سنة او ثلاث سنوات فانت ممكن كده او خمس سنوات فانت كده هتختار له ايه خمس سنوات تمام يبقى كده يزرح خلال شهرين مارس وابريل ويمكن زراعاته حتى اغسطس محصول معمر يمكس في بقعاته خمس ايه سنوات بحالة انتاجية ايه عالية اعداد الارض للزراعة هنعمل اعداد الارض للزراعة معايا هنشوفها ازاي يعني ايه اعداد الارض ان انا بعد مهد ملائم لانبات تقاول محصول اللي انا هزرعه اعداد مهد ملائم لانبات البزر ده عملية اعداد ايه الارض طيب اعداد الارض بيتمي عن طريق ايه بيتمي عن طريق عملية الحرس والتزحيف واضفة سماد البلد وسماد العدو والحاجات اللي احنا درسناها في اساسيات المحاصيل في الفصل الدراسي الاول يبقى اعداد الارض للزراعة يتم خدمة الارض خدمة جيدة مع اضافة 30 متر مكعب سماد بلدي جيد وصبر فوسفاتي احادي من 150 الى 200 كيلو جرام للفدان يبقى يتم خدمة الارض خدمة جيدة مع اضافة 30 متر مكعب ليه 30 ما انت يا مصر قلت لنا في الامحن بضيف 15 الى 20 متر مكعب اقول لك علشان ده محصول معمر مش هينفع تضيف له سماد بلدي ايه تاني خلال 5 سنوات علشان انا اضافة سماد بلدي محتاج ان احارت ايه الارض فبالتالي ارض على فلفيل مش هقدر احارتها فانا هزود له ايه المعدلات السمادية ايه بتاعته خصوصا السماد ايه العدود يبقى يتم خدمة الارض خدمة جيدة مع اضافة 30 متر مكعب سماد بلدي جيد وصبر فوسفاتي احادي من 150 الى 200 كيلو جرام للفدان طيب طرق الزراعة ايه هي طرق زراعة البرسيم اه اسف طرق زراعة علف الفيل معايا تتم الزراعة في سطور الخرطيم يعني انا عندي الخرطيم الرأي اللي هي جي ار هبدأ ازرع ايه في سطور بجوار ايه الخرطيم تتم الزراعة في سطور خرطيم مياه التنقيط على مسافات من 50 الى 75 سنتي وداخل السطر بين الجورة 50 ايه سنتي بجوار ايه النقاط يعني المسافة ما بين الخرطيم والتاني في الاراضي الجديدة هتكون كام من 50 الى 75 ايه سنتي اما المسافة ما بين الجورة والتاني على السطر بتاعي او مسافة النقاطات او مسافة الجي ار هيكون على 50 سنتي بجوار ايه النقاط وبحط البزرع بتاعتي بجوار ايه النقاط علشان اضمن ان المية اول ما تشتغل والنقاط هينقاط مية ويبدأ في عملية الراي تنزل في جدر المحصول بتاعي ايه نفسه كمية التقاوي طيب علف الفيل هياخد مني قد ايه تقاوي هنا تعالوا نشوف كمية التقاوي مع بعض في علف الفيل يتقاصر علف الفيل خضريا بطرقطين الله انا عندي طرقطين لعلف الفيل اه عندي طرقطين لعلف الفيل في البرسيم الحجازي كانت ايه احنا قلنا ممكن زرعناها بطرقطين وزرعناها ايه تصطير اما هنا الطرقطين على الفيل هتكون خضرية وهنشوفها هتبقى ماشية ازاي يتقاصر علف الفيل خضريا بطرقطين وهما اول حاجة بالعقل اول طريقة بالعقل وفي حالة الزراعة بالعقل تكون ناضجة بطول حوالي 40 سنتي وتحتوي على 3 سلميات يعني العقل بتحتي هاوضبها طولها 40 سنتي فيها 3 سلميات يعني فيها 3 عقل يعني فيها 3 ايه عيون تحتوي كل سلمية على 3 من 2 الى 3 براعم وفي هذه الحالة يكفي قراط لزراعة 15 قراط يعني اراط عقل من علف الفيل هتزراع لـ 15 اراط ايه ارض مستديمة تغرس في الارض 2 سلمية وتبقى الثالثة فوق سطح هي طرب زي ما تفعلنا العقل بتحتي فيها 3 سلميات انا بغرز 2 فطين وبثيب الثالثة ايه فوق رقم 2 بالفسائل تاني طريقة للتقاصر الخضري بالفسائل عن طريق تفصيص النباتات القديمة عمر سنة وكمية الفسائل التي تأخذ من فدان تكفي لزراعة 10 افدنة بنباتات علف الفيل الالية ايه يحتاج الفدان الى 2 الى 2 الى 2 ونص كراط تقريبا يعني انا هاخد فسائل من اراطين او اراطين ايه ونص هتكفي لي ايه فدان عملية الخف ايه هي عملية الخف ان انا بذيل النباتات الزائدة عن الحاجة بضبط الكسفة ايه النباتية ايه بتحتي فعملية الخف يجرى الخف في حالة الزراعة بالعقل حيث تخف على نبات واحد فجورة او نباتين يعني انا بسيب نبات واحد او نباتين فجورة ايه بتحتي العزيب بوجر عملية العزيب النبات نموه قوي وغزير حيث يكون منافس قوي للحشائش ولا يعطي فرصة لنموها ولكن يفضل اجراء العزيب في مراحل النمو ايه الاولى مع تكويم التراب حول النباتات لتشجيع النبات على التفريع يعني انا اجريت عملية العزيب وكوم التراب في العمر الاولى علشان خاطر اشجعه على عملية ايه التفريع ويعطاء نمو ايه قوي عملية الري زي ما اتفقنا ان هو مزروح في الاراضي الجديدة يحتاج نبات على فلفيل الى الري بصفة منتظمة بحيث لا يكون هناك تغريق او تشريق يعني ايه تشريق يعني تعطيش يعني الارض شرائي يعني الارض عطشانة حيث يتم الري بعد الزراعة كل يومين حتى تبدأ البرعم في النمو وتكوين الجزور من خلال 2 الى 3 اسابيع حسب حالة الجو ثم يستمر الري بالتنقيد كل 3 الى 4 ايام ايه صيفة معدل التسبيد احنا هنقف مع بعض في الحلقة دي عند معدل التسميد وان شاء الله هنكملها في الحلقة ايه الجاية عايزك تحضر معايا بقى معدل التسميد وهتحضر معايا كمية الانتاج اللي هي ايه طالعة معاه المنتاجة من محصول علف الفيل يبقى كده في الحلقة بتاعت النهاردة احنا اتكلمنا عن محصولين مهمين جدا من محاصيل العلاف الخضراء اللي تزرع في مصر وخصوصا في الاراضي حديثة ايه الاصصلاح كملنا مع بعض محصول البرسيم المصري لان احنا اتكلمنا على جزء منه في الحلقة السابقة اما النهاردة احنا اتكلمنا عن طريقة الزراعة والحش وكمية المحصول وكمية التقاوي اللي بيديها ايه الفدان وقلنا وزن الاردب في البرسيم الحجازي وانت مطالب بالاوزان اللي هي خاصة بوحدة الاوزان الخاصة بالمحاصيل الحقلية 162 كيلو وقلنا ان الفدان بتاعي بيدي من 1.5 الى 2 ايه اردب ايه تقاوي بيديني حوالي من 18 حشات ايه في السنة واتكلمنا عن محصول علف الفيل وعرفنا الاهمية الاقتصادية بتاعته وطرق الزراعة بتاعته وكمية التقاوي الخاصة به والاحتياجات ايه المناخية اللي هي خاصة بعلف الفيل والاسباب التي جعلته من اهم المحاصيل ومن اسباب انتشار هذه المحاصيل في اراضي الاستصلاح الحديثة وبكده هنكون مغاصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا النهاردة ان شاء الله نشوفكم على خير في حلقات سابقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة